حدثنا إسحاق بن إبراهيم السواق حدثنا الضحاق بن مخلد حدثنا زمعة بن صالح عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتا وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال إن له دسم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضع قلت ما هي إلا أنت فضحك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن عمر بن شعيب عن زينب السهمية عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضع ثم يقبل ويصلي ولا يتوضع وربما فعله به حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدي فقال فيه الوضوء وفي المني الغسل حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا مالك بن أنس عن سالم أب النطر عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الأسود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يدنو من امرأته فلا ينزل قال إذا وجد أحدكم ذلك فلينضح فرجه يعني ليغسله ويتوضع حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الله بن المبارك وعبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق حدثنا سعيد بن عبيد بن السباق عن أبيه عن سهل بن حنيث قال كنت ألقى من المدي شدة فأكثر منه الاغتسال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء قلت يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي قال إنما يكفيك كف من ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا نسع عن مصعب بن شيبة عن أبي حبيب بن يعلى بن منيا عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال إني وجدت مديا فغسلت ذكري وتوضأت فقال عمر أو يجزئ ذلك قال نعم قال أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع سمعت سفيان يقول لزائدة بن قدامة يا أبا الصلط هل سمعت في هذا شيئا فقال حدثنا سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فدخل الخلاء فقضى حاجته ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة أنبأنا سلمة بن كهيل أنبأنا بكير عن كريب قال فلقيت كريبا فحدثني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه حدثنا سويد بن سعيد حدثنا شريك عن عمر بن عامر عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة وكنا نحن نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وفيع عن سفيان عن محارب بن إثار عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد حدثنا إسماعيل بن توبة حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا الفضل بن مبشر قال رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد فقلت ما هذا فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا عبد الرحمن بن زياد عن أبي غطيف الهدلي قال سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب في مجلسه في المسجد فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه فقلت أصلحك الله أفريضة أم ثنة الوضوء عند كل صلاة قال أوفطنت إلي وإلى هذا مني فقلت نعم فقال لا لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات وإنما رغبت في الحسنات حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال لا حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن معمر بن راشد عن الزهري أنبأنا سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخضري قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن قالوا حدثنا شعبة عن سهيل بن أبي صادح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمر بن عطاء قال رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبة فقلت مما ذلك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يزيل بن هارون أنبأنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوكه من الدواب والسباع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء حدثنا عمر بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا حمد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين أو ثلاثة لم ينجسه شيء قال أبو الحسن بن سلم حدثنا أبو حاتم حدثنا أبو الوليد وأبو سلم وابن عائشة القرشي قالوا حدثنا حماد بن سلم فذكر نحوه حدثنا أبو مصعب المدني حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخضري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة منها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طفور حدثنا أحمد بن سنان حدثنا يزيد بن هارون حدثنا شريك عن طريف بن شهاب قال سمعت أبا نظرة يحدث عن جابر بن عبد الله قال انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار قال فكففنا عنه حتى انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء لا ينجسه شيء فاستقينا وأروينا وحملنا حدثنا محمود بن خالد والعباس بن الوليد الدمشقيان قالا حدثنا مروان بن محمد حدثنا رشدين أنبأنا معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة الباهي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سناك بن حرب عن قابوس بن أبي المخارق عن لبابة بنت الحاج قالت بال الحسين بن علي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أعطني ثوبك والبس ثوبا غيره فقال إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه وعن عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبيه فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت لخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرش عليه حدثنا حوفرة بن محمد ومحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم قالا حدثنا معاذ بن هشام أنبأنا أبي عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بول الرضيع ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية قال أبو الحسن بن سلم حدثنا أحمد بن موسى بن معقل حدثنا أبو اليمان المصري قال سألت الشافعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والمآن جميعا واحد قال لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لي فهمت أو قال لقنت قال قلت لا قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ظلعه القصير فصار بول الغلام من الماء والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم قال قال لي فهمت قلت نعم قال لي نفعك الله به حدثنا عمر بن علي ومجاهد بن موسى والعباس بن عبد العظيم قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا يحيى بن الوليد حدثنا محي بن خليفة أخبرنا أبو السمح قال كنت خادم النبي صلى الله عليه وسلم فجيء بن حسن أو الحسين فبال على صدره فأرادوا أن يرسلوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رشه فإنه يغسل بول الجارية ويرش من بول الغلام حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا أسامة بن زيد عن عمر بن شعيب عن أم كرز أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل حدثنا أحمد بن عبده أنبأنا حماد بن زيد حدثنا ثابت عن أنس أن أعرابيا بال في المسجد فوسب إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه ثم دعا بدلو من ماء فصب عليه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال دخل أعرابي للمسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد احتضرت واسعة ثم ول حتى إذا كان في ناحية المسجد فشج يبول فقال الأعرابي بعد أن فقه فقام إلي بأبي وأمي فلم يؤنب ولم يسب فقال إن هذا المسجد لا يبال فيه وإنما بنية لذكر الله وللصلاة ثم أمر بسجل من ماء فأفرغ على بوله حدثنا محمد بن يحيا حدثنا محمد بن عبد الله عن عبيد الله الهذري قال محمد بن يحيا وهو عندنا ابن أبي حميد أنبأنا أبو المليح الهذري عن واثلة بن الأسقع قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم ارحمني ومحمد ولا تشرك في رحمتك إيانا أحدا فقال لقد حضرت واسعة ويحك أو ويلك قال فشج يبول فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه ثم دعا بسجل من ماء فصب عليه حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثنا محمد بن عمارة بن عمر بن حزم عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن امرأة أطيل ذيلي فأمشي في المكان القذر فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده حدثنا أبو كريب حدثنا إبراهيم بن إسماعيل اليشكري عن ابن أبي حبيبة عن داود بن حصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال قيل يا رسول الله إنا نريد المسجد فنطأ الطريق النجس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض يطهر بعضها بعضا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن عبد الله بن عيسى عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني عبد الأشهر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن بيني وبين المسجد طريقا قدرة قال فبعدها طريق أنظف منها قلت نعم قال فهذه بهذه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي عن حميد عن بكر بن عبد الله عن أبي رافع عن أبي هريرة أنه لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنوب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجل حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا يحيى بن سعيد جميعا عن مسعر عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيني وأنا جنوب فحكت عنه فاختسلت ثم جئت فقال ما لك قلت كنت جنوبا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن عمر بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار عن الثوب يصيبه المني أنغسله أو نغسل الثوب كله قال سليمان قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصيب ثوبه فيغسله من ثوبه ثم يخرج في ثوبه إلى الصلاة وأنا أرى أثر الغسل فيه حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية وحدثنا محمد بن طريف حدثنا عبدة بن سليمان جميعا عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحال عن عائشة قالت ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحالث قال نزل بعائشة ضيف فأمرت له بملحفة لها صفراء فاحتلم فيها فاستحي أن يرسل بها وفيها أثر الاحتلام فغمسها في الماء ثم أرسل بها فقالت عائشة لما أفسد علينا ثوبنا إنما كان يكفيه أن يفركه بإصبعك ربما فركته من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لقد رأيتني أجده في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحدته عنه حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعب عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن خيس عن معاوية بن حديد عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامع فيه قالت نعم إذا لم يكن فيه أذى حدثنا هشام بن خالد الأزرق حدثنا الحسن بن يحيى الخشني حدثنا زيد بن وافد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه يقطر ماها فصلى بنا في ثوب واحد متوشحا به قد خالف بين طرفيه فلما انصرف قال عمر بن الخطاب يا رسول الله تصلي بنا في ثوب واحد قال نعم وصلي فيه وفيه أي قد جامعت فيه حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يحيى بن يوسف الزمي وحدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يأتي فيه أهله قال نعم إلا أن يرى فيه شيئا فيرسله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال بان جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفين فقيل له أتفعل هذا قال وما يمنعني وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله قال إبراهيم كان يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع وحدثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد حدثنا أبي وابن عيينة وابن أبي زائدة جميعا عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفين حدثنا محمد بن رمش أن بأنا ليت بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء حتى فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين حدثنا أمران بن موسى الليثي حدثنا محمد بن سواء حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال إنكم لتفعلون ذلك فاجتمعا عند عمر فقال سعد لعمر أفتي بن أخي في المسر على الخفين فقال عمر كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا فقال ابن عمر وإن جاء من الغائط قال نعم حدثنا أبو مصعب المدني حدثنا عبد المهيم بن العباس بن سهل السعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد التنافسي حدثنا عمر بن المثنى عن عطائن الخراساني عن أنس بن مالك قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال هل منا فتوضأ ومسح على خفين ثم نحق بالجيش فأمهم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا دلهم بن صالح الكندي عن حجير بن عبد الله الكندي عن أبي بريدة عن أبيه أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم كفين أسودين ساذجين فلابسهما ثم توضأ ومسح عليهما حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله حدثنا محمد بن المصفى الحنصي قال حدثنا بقية عن جرير بن يزيد قال حدثني منذر حدثني محمد بن المنكدر عن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ ويغسل خفين فقال بيده كأنه دفع إنما أمرت بالمسح وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده آكذا من أطراف الأصابع إلى أصل الساق وخطط بالأصابع حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت القاسم بن مخيمرة عن شريح بن هان قال سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت ائتي علي فسد فإنه أعلم بذلك مني فأتيت علي فسألته عن المسح فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبيه عن إبراهيم التيمي عن عمر بن ميمون عن خزيمة بنت ثابت قالت جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة ولو مضى السائل على مسألته لجعلها خمسة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيد قال سمعت إبراهيم التيمية يحدث عن الحارث بن سويد عن عمر بن ميمون عن خزيمة بنت ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أيام أحسبه قال ولياليهن للمسافر في المسخ على الخفين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عمر بن عبد الله بن أبي خسع من السومالي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قالوا يا رسول الله ما الطبور على الخفين قال للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف قالا حدثنا عبد الوهاد بن عبد المجيد قال حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفه ثم أحدث وضوءا أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة حدثنا حرملة بن يحيى وعمر بن سواد المصريان قالا حدثنا عبد الله بن وهب أنبأ يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزيل عن محمد بن يزيل بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسي عن أبي بن عمارة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى في بيته القبلتين أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال ويومين قال وثلاثة حتى بلغ سبعة قال له وما بدالك حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا أبو عاصم حدثنا حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن الحكم بن عبد الله البلوي عن علي بن رباح اللخني عن عقبة بن عامر الجهني أنه قدم على عمر بن الخطاب من مصر فقال منذ كم لم تنزع خفيك قال من الجمعة إلى الجمعة قال أصبت السلمة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي قيس الأودي عن الهديل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجور بين والنعليل حدثنا محمد بن يحيى حدثنا معل بن منصور وبشر بن آدم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجور بين والنعليل قال المعلى في حديثه لا أعلمه إلا قال ونعليه حدثنا هشام بن عمار حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار حدثنا دحيم حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة عن جعفر بن عمر عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد عن داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي شريح عن أبي مسلم مولى زيد بن صوحان قال كنت مع سلمان فرأى رجلا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان انسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمر بن السرح حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقب عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة حدثنا محمد بن رمح حدثنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر أنه قال سقط عقد عائشة فتخلفت لالتماسه فانطلق أبو بكر إلى عائشة فتغيض عليها في حبسها الناس فأنزل الله عز وجل الرخصة في التيمم قال فمسحنا يومئذ إلى المناكب قال فانطلق أبو بكر إلى عائشة فقال ما علمت إنك لمباركة حدثنا محمد بن أبي عمر العدني حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار بن ياسر قال تيممنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المناكب حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم وحدثنا أبو إسحاق الهروي حدثنا إسماعيل بن جعفر جميعا عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عرب عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى أمر بن الخطاب فقال إني أجنبت فلم أجد الماء فقال عمر لا تصلي فقال عمار بن ياسر أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت فلما أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى عن الحكم وسلمة بن كهيل أنهما سألا عبد الله بن أبي أوفى عن التيمم فقال أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمارا أن يفعلها كذا وضرب بيديه إلى الأرض ثم نفضهما ومسح على وجهه قال الحكم ويديه وقال سلم ومرفقيه حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح المصري حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا يونث بن يزيد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار بن ياسر حين تيمموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر المسلمين فضربوا بأكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى فمسحوا بأيديهم حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين حدثنا الأوزاعي عن عطاء بن أبي رباح قال سمعت بن عباس يخبر أن رجلا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فكز فمات فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله أولم يكن شفاء العيد السؤال قال عطاء وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجرح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعب عن كريب المولى بن عباس حدثنا ابن عباس عن خالته ميمونة قال وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من الجنابة فأكفأ الإناء بشماله على يمينه فغسل كفيه ثلاثة ثم أفاض على فرجه ثم دلك يده بالأرض ثم مطمض واستنشق وغسل وجهه ثلاثة وذراعيه ثلاثة ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا صدقة بن سعيد الحنفي حدثنا جميع بن عمير التيمي قال انطلقت مع عمتي وخالتي فدخلنا على عائشة فسألناها كيف كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند غسله من الجنابة قالت كان يفيد على كفيه ثلاثة مرات ثم يدخلها الإناء ثم يغسل رأسه ثلاثة مرات ثم يفيد على جسده ثم يقوم إلى الصلاة وأما نحن فإنا نغسل رؤوسنا خمس مرار من أجل الضفر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال تماروا في الغسل من الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن فضيل جميعا عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة فقال ثلاثة فقال الرجل إن شعري كثير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر شعرا منك وأطيض حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفظ بن رياس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قلت يا رسول الله أنا في أرض باردة فكيف الغسل من الجنابة فقال صلى الله عليه وسلم أما أنا فأحثو على رأسي ثلاثة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة سأله رجل كم أفيض على رأسي وأنا جنب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثو على رأسه ثلاث حفيات قال الرجل إن شعري طويل قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرار وإسماعيل بن موسى السدي قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل حدثنا محمد بن الصباح حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمسك ما حتى يقوم بعد ذلك فيقتسل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث بشيء حدثنا محمد بن رمح المصري أنبأنا ليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخضري أنه كان تصيبه الجنابة بالليل فيريد أن ينام فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ حدثنا محمد بن المسنة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس قال وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلة فاغتسل من جميع نسائه في ليلة حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمة عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاف على نسائه في ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن فقيل له يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا فقال هو أزكى وأطيب وأطهر حدثنا أبو بكل بن أبي شيبة حدثنا ابن علية وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنوب توضع حدثنا محمد بن عمر بن هياج حدثنا إسماعيل بن صبيح حدثنا أبو أويس عن شرح بيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنوب هل ينام أو يأكل أو يشرب قال نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنوب غسل يديه حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه وربما قال ولا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة حدثنا إشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنوب ولا الحائض قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنوب والحائض شيئا من القرآن حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الحارث بن وجيه حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جناب فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة حدثنا هشام بن عمار حدثنا يحيى بن حمزة حدثني عتبة بن أبي حكيم حدثني طلحة بن نافع حدثني أبو أيوب الأنصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها قلت وما أداء الأمانة قال غسل الجناب فإن تحت كل شعرة جناب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الأسود بن عامر حدثنا حمال بن سلم عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يرسلها فعل به كذا وكذا من النار قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أمها أم سلمة قالت جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال نعم إذا رأت الماء فلتغتسل فقلت فضحت النساء وهل تحتلم المرأة قال النبي صلى الله عليه وسلم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها إذا حدثنا محمد بن المسنى حدثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتاذة عن أنس أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأت ذلك فأنزلت فعليها الغصر فقالت أم سلمة يا رسول الله أيكون هذا قال نعم ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر فأيهما سبق أو على أشباهه الولد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فقال ليس عليها غصل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل غصل حتى ينزل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لرسل الجنابة فقال إنما يكفيك أن تحفي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك من الماء فتطقرين أو قال فإذا أنت قطهت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن عبيد بن عمير قال بلغ عائشة أن عبد الله بن عمر يأمر نساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت يا عجبا لابن عمر هذا أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نغتسل من إناء واحد فلا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات حدثنا أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى المصريان قال حدثنا ابن وقب عن عمر بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جده فقال كيف يفعل يا أبا هريرة فقال يتناوله تناولا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن بشار قالا حدثنا غندر ومحمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار فأرسل إليه فخرج رأسه يقطر فقال لعلنا أعجلناك قال نعم يا رسول الله قال إذا أعجلت أو أطحطت فلا غسل عليك وعليك الوضوء حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيينة عن عمر بن دينار عن ابن السائب عن عبد الرحمن بن سعاد عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء حدثنا علي بن محمد الطنافسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشق قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي أنبأنا عبد الرحمن بن القاسم أخبرنا القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر أنبأنا يونث عن الزهري قال 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 سهل بن سعد بن السعدي أنبأنا أبي بن كعب قال إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن حجات عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وتوارث الحشفة فقد وجب الغسل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نوم فرأى بلل ولم يرى أنه احتلم اغتسل وإذا رأى أنه قد احتلم ولم يرى بلل فلا غسل عليه حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري وأبو حفص عمر بن علي الفلاس ومجاهد بن موسى قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا يحيى بن الوليد أخبرني محل بن خليفة حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني فأوليه قفاي وأنشر الثوبة فأستره به حدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله بن نوفد أنه قال سألت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سفر فلم أجد أحدا يخبرني حتى أخبرتني أم هانئ بنت أبي طالب أنه قدم عام الفتح فأمر بستر فسكر عليه فاغتسل ثم سبح ثماني ركعات حدثنا محمد بن عبيد بن ثعلبة الحماني حدثنا عبد الحميد أبو يحيى الحماني حدثنا الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمر عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسلن أحدكم بأرض فلا ولا فوق سطح لا يواريه فإن لم يكن يرى فإنه يرى حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروع عن أبيه عن عبد الله بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أحدكم الغائق وأخيمة الصلاة فليبدأ به حدثنا بشر بن آدم حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن السفر بن نسير عن يزيد بن شريح عن أبي أمام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن إدريس الأولي عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى حدثنا محمد بن المصفى الحمصي حدثنا بقية عن حبيب بن صالح عن أبي حين المؤذن عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقوم أحد من المسلمين وهو حاقن حتى يتخفى حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعر عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المنزر بن المغيرة عن عروة بن الزبير أن فاطمة بنت أبي حبيش حدثته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرءك فلا تصلي فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا حمد بن زيد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي هذا حديث وكيع حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الرزاق إملاء علي من كتابه وكان السائل غيره أنبأنا ابن جريج عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة طويلة قالت فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأكبره قالت فوجدته عند أختي زينب قالت قلت يا رسول الله إن لي إليك حاجة قال وما هي أي همتاء قلت إني أستحاض حيضة طويلة كبيرة وقد منعتني الصلاة والصوم فما تأمرني فيها قال أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم قلت هو أكثر فذكر نحو حديث شريك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلنة قالت سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أظهر أفأدع الصلاة قال لا ولكن دعي قدر الأيام والليالي التي كنت تحيضين قال أبو بكر في حديثك وقدرهن من الشهر ثم اقتسلي واستشفري بثوب وصلي حدثنا علي بن محمد وأبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن مرأة أفطحاب فلا أظهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة اجتنب الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن موسى قالا حدثنا شريك عن أبي اليقضان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضئ لكل صلاة وتصوم وتصلي حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استحيضت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين فشكت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة وإنما هو عرق فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تاغتسل لكل صلاة ثم تصلي وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعل الماء حدثنا أبو بكرم أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة عن أمه حملة بنت جحش أنها استحيضت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحيضت حيضة منكرة شديدة قال لها احتشي كرسفا قالت لها إنه أشد من ذلك إني أثج ثجا قال تلجني وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي غسلا فصلي وصومي ثلاثة وعشرين أو أربعة وعشرين وأخر الظهر وقدم العصر واغتسلي لهما غسلا وأخر المغرب وعجل العشاء واغتسلي لهما غسلا وهذا أحب الأمرين إليه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن ثابت بن هرمز أبي المقدام عن عدي بن دينار عن أم قيس بنت محصن قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحير ليصيب الثوب قال اغسليه بالماء والسدر وحكيه ولو بالضلع حدثنا أبو بثل بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب قال اغسليه واغسليه وصلي فيه حدثنا حرمنة بن يحيا حدثنا ابن وهب أخبرني عمر بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كانت إحدانا لطحيض ثم تقرف الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتابة عن معاذة العدوية عن عائشة أن امرأة سألتها أتقضي الحائض الصلاة قالت لها عائشة أحرورية أنت قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البهي عن عائشة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال ليست حيضتك في يدك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروبة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يدني رأسه إلي وأنا حائض وهو مجاور تعني معتكفا فأغسله وأرجله حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجري وأنا حاض ويقرأ القرآن حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم وحدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني جميعا عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها وأيكم يملك إربة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا حاضت أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتزر بإزار ثم يباشرها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمر حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافه فوجدت ما تجد النساء من الحيضة فانسللت من اللحاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فيستي قلت وجدت ما تجد النساء من الحيضة قال ذلك ما كتب الله على بنات آدم قالت فانسللت فأصلحت من شأني ثم رجعت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالي فادخلي معي في اللحاف قالت فدخلت معه حدثنا الخليل بن عمر حدثنا ابن سلمة عن محمد بن إسحا عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن خيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سألتها كيف كنت تصنعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحيضة قالت كانت إحدانا في فورها أول ما تحيض تشد عليها إزارا إلى أنصاف فخديها ثم تتجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تنيمة الهجيمي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وكانت حائضا انقضي شعرك واغتسلي قال علي في حديثه انقضي رأسك حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابراهيم بن مهاجر قال سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغسل من المحيط فقال تأخذ إحدى كن ماءها وسدرها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتططر بها قالت أسماء كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها قالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتبعي بها أثر الدم قالت وسألته عن الغسل من الجنابة فقال تأخذ إحدى كن ماءها فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ في الطهور حتى تصب الماء على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض الماء على جسدها فقالت عائشة نعم نساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن المخدام بن شريح بن هانئ عن عائشة قالت كنت أتعرق العظم وأنا حائط فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأشرب من الإناء فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فمه حيث كان فمي وأنا حائط حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن اليهود كانوا لا يجلسون مع الحائط في بيت ولا يأكلون ولا يشربون قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا الجماع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قالا حدثنا أبو نعيم حدثنا ابن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوجن الذهلي عن جسرة قالت أخبرتني أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحاق حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان النحوي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أم بكر أنها أخبرت أن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى ما يريبها بعد الطهر قال إنما هي عرق أو عروق قال محمد بن يحيى يريد بعد الطهر بعد الغصر حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوبة عن ابن سيرين عن أم عطية قالت لم نكن نرى الصفرة والكدرة شيئا قال محمد بن يحيى حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا وهيب عن أيوبة عن حفصة عن أم عطية قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا قال محمد بن يحيى وهيب أولاهما عندنا بهذا حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا شجاع بن الوليد عن علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مستة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلس أربعين يوما وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا المحاربي عن سلام بن سليم أو سلم شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص عن حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا أبو الأحوص عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس قال كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائط أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينا حدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عميه عبد الله بن سعد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مؤاكلة الحائط فقال واكلها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن طلحة بن يحيا عن عبيد الله بن عبد الله بن عطبة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه وأنا حائط وعلي مرط ليه وعليه بعضه حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط بعضه عليه وعليها بعضه وهي حائط حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم عن عمر بن سعيد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضت فقالت نعم فشق لها من عمامته فقال اختمري بهذا حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو الوليد وأبو النعمان قالا حدثنا حمال بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حجاج حدثنا يزيد بن إبراهيم حدثنا أيوب عن معاذة أن امرأة سألت عائشة قالت تختضب الحائض فقالت قد كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه حدثنا محمد بن أبان البلخي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا إسرائيل عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال إن كسرت إحدى زندي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر قال أبو الحسن بن سلمة أنبأنا الدبري عن عبد الرزاق نحوه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن حمد بن سلمة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقة ولعابه يسيل عليه حدثنا سويد بن سعيد حدثنا سفيان بن عيينة عن مصعر وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة حدثنا أبو أسامة عن مصعر عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك واستنثر خارجا من الدلو حدثنا أبو مروان حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن محمود بن الربيع وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو من بئر لهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان حدثنا زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا ينظر الرجل إلى عورة الرجل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن مولا لعائشة عن عائشة قالت ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبط قال أبو بكر كان أبو نعيم يقول عن مولاة لعائشة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قالا حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا مسلم بن سعيد عن أبي علي الرحبي عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابه فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فبلها عليها قال إسحاق في حديثه فعصر شعره عليها حدثنا سويد بن سعيد حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن عبيد الله عن الحسن بن سعد عن أبيه عن علي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر موضع الضفر لم يصبه الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مسحت عليه بيدك أجزاء حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توضأ وترك موضع الضفر لم يصبه الماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن غضوءك حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب وحدثنا ابن حميد حدثنا زيد بن الحباب قالا حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر عن عمر بن الخطاء قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا توضأ فترك موضع الضفر على قدمه فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة قال فرجع حدثنا محمد بن الصباح وأحمد بن سنان قالا حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق أنبأنا سفيان وحدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن علقمة بن مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبي قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت الصلاة فقال صل معنا هذين اليومين فلما زالت الشمس أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الظهر ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة البيضاء نقية ثم أمره فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفر ثم أمره فأقام الفجر حين طلع الفجر فلما كان من اليوم الثاني أمره فأذن الظهر فأبرد بها وأنعم أن يبرد بها ثم صلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان فصلى المغرب قبل أن يغيب الشطق وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت الصلاة فقال الرجل أنا يا رسول الله قال وقت صلاتكم بينما رأيتم حدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا الليث بن سعد عن ابن شهاب أنه كان قاعدا على مياثر عمر بن عبد العزيز في إمارته على المدينة ومعه عروة بن الزبير فأخر عمر العصر شيئا فقال له عروة أما إن جبريل نزل فصلى إمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له عمر اعلم ما تقول يا عروة قال سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت أبا مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأمني فصليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كن نساء المؤمنات يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم يرجعن إلى أهلهم فلا يعرفهن أحد تعني من الغلس حدثنا عبيد بن أصباط بن محمد القرشي حدثنا أبي عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل والنهار حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا نهيك بن يريم الأوزاعي حدثنا مغيث بن سمي قال صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس فلما سلما أقبلت على ابن عمر فقلت ما هذه الصلاة قال هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلما طعن عمر أسفر بها عثمان حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيال بن عيينة عن ابن عجلان سمع عاصم بن عمر بن ختابة وجده بدري يخبر عن محمود بن لبيت عن رافع بن خديد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنه أعظم للأجر أو لأجركم حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر إذا ضحضت الشمس حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميلة عن سيار بن سلامة عن أبي برزة الأسلمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الهجير التي تدعونها الظهر إذا ضحضت الشمس حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب بن العبدي عن خباب قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال الخطان حدثنا أبو حاتم حدثنا الأنصري حدثنا عوف نحوه حدثنا أبو كريب حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن زيد بن جبيرة عن خشت بن مالك عن أبي عن عبد الله بن مسعود قال شكونا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة للحر من فيح جهنم حدثنا تميم بن المنتصر الواسطي حدثنا إسحاق بن يوسف عن شريك عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة فقال لنا أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم حدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا عبد الوهاب الثقافي عن عبيد الله عن ناخع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس مرتفعة حية فيذهب الزاهب إلى العوالي والشمس مرتفعة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرته لم يظهرها الفيء بعد حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الغطة حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وجر أهله وماله حدثنا حفظ بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا يزيد بن هارون قالا حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال حبث المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فقال حبثونا عن صلاة الغطة ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا أبو النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لينظر إلى مواقع نبده حدثنا أبو يحيى الزعفراني حدثنا إبراهيم بن موسى نحوه حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب إذا توارت بالحجاب حدثنا محمد بن يحيى حدثنا إبراهيم بن موسى أنبأنا عباد بن العوام عن عمر بن إبراهيم عن قتاذة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم قال أبو عبد الله بن ماجة سمعت محمد بن يحيى يقول اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبيه فإذا الحديث فيه حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أو نصف الليل حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد قال سئل أنس بن مالك هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما قال نعم أخر ليلة صلاة العشاء إلى قريب من شطر الليل فلما صلى أقبل علينا بوجهه فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لن تزالوا في صلاة من تظرتم الصلاة قال أنس كأني أنظر إلى وبي صخاتنا حدثنا عمران بن موسى الليثي حدثنا عبد الوارث بن سعيد حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نظرة عن أبي سعيد قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب ثم لم يخرج حتى ذهب شطر الليل فخرج فصلى بهم ثم قال إن الناس قد صلوا وناموا وأنتم لم تزالوا في صلاة من تظرتم الصلاة ولولا الضعيف والسقيم أحببت أن أؤخر هذه الصلاة إلى شطر الليل حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ومحمد بن الصباح قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة الأسلمي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال بكروا بالصلاة في اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله حدثنا مصر بن علي الجهضمي حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حجاج حدثنا قتالة عن أهس بن مالك قال تئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يغفل عن الصلاة أو يرقد عنها قال يصليها إذا ذكرها حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا أبو عوانة عن قتالة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها حدثنا حرمنة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهد حدثنا يونث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر فسار ليلة حتى إذا أدركه الكرى عرس وقال لبلال اكلأ لنا الليل فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال أخذ بنفس الذي أخذ بنفسك بأبي أنت وأمي يا رسول الله قال اقتادوا فاقتادوا رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله عز وجل قال وأقيم الصلاة لذكري قال وكان ابن شهاب يقرأها للذكرى حدثنا أحمد بن عبد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة قال ذكروا تفريطهم في النوم فقال ناموا حتى طلعت الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها ولوقتها من الغد قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن حسين وأنا أحدث بالحديث فقال يا فتاة انظر كيف تحدث فإني شاهد للحديث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما أنكر من حديثه شيئا حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عبد العزيز بن محمد الدرع وردي أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها ومن أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها حدثنا أحمد بن عمر بن السر وحرملة بن يحيى المصريان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها حدثنا جميل بن حسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وعبد الوهاي قالوا حدثنا عوف عن أبي المنهال سيار بن سلام عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤثر العشاء وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها حدثنا أبو بكر بن أبي شلب حدثنا أبو نعيم وحدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عام قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت ما نام رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها حدثنا عبد الله بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب وعلي بن المنذر قالوا حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عقاء بن السائب عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء يعني زجرنا حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلم عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فإنها العشاء وإنهم ليعتمون بالإبل حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن محمد بن عجلال عن المقبري عن أبي هريرة وحدثنا يعقوب بن حميد حدثنا ابن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم زاد بن حرملة فإنما هي العشاء وإنما يقولون العتمة لإعتامهم بالإبل حدثنا أبو عبيد محمد بن عبيد بن ميمون المدني حدثنا محمد بن سلمة الحراني حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم بالبوق وأمر بالناقوس فنفت فأري عبد الله بن زيد في المنام قال رأيت رجلا عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا فقلت له يا عبد الله تبيع ناقوس قال وما تصنع به قلت أنادي به إلى الصلاة قال أفلا أدلك على خير من ذلك قلت وما هو قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال فخرج عبد الله بن زيد حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما رأى قال يا رسول الله رأيت رجلا عليه ثوبان أخطران يحمل ناقوسا فقص عليه الخبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم قد رأى رؤيا فاخرج مع بلال إلى المسجد فألقها عليه ولينادي بلال فإنه أندى صوتا منك قال خرجت مع بلال إلى المسجد فجعلت ألقيها عليه وهو ينادي بها قال فسمع عمر بن الخطار بالصوت فخرج فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل الذي رأى قال أبو عبيد فأخبرني أبو بكر الحكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري قال في ذلك أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الأذان كثيرا إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا في ليال والى بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا حدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الواسقي حدثنا أبي عن عبد الرحمن بن إسحا عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم إلى الصلاة فذكروا البوق فكرهاه من أجل اليهود ثم ذكروا النقوس فكرهه من أجل النصار فأري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب فطرق الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا به فأذن قال الزهري وزاد بلال في نداء صلاة الغدات الصلاة خير من النوم فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى ولكنه سبقني حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن يحيا قالا حدثنا أبو عاصم أنبأنا ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة عن عبد الله بن محيريز وكان يتيما في حجر أبي محذورة بن معير حين جهزه إلى الشام فقلت لأبي محذورة أي عمر إني خارج إلى الشام وإني أسأل عن تأذينك فأخبرني أن أبا محذورة قال خرجت في نفر فكنا ببعض الطريق فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه متنكبون فصرخنا نحكيه نهزأ به فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إلينا قوما فأقعدونا بين يديه فقال أيكم الذي سمعت صوته قد اغتفع فأشار إلي القوم كلهم وصدقوا فأرسل كلهم وحبسني وقال لي قم فأذن فقمت ولا شيء أكره إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مما يأمرني به فقمت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى علي رسول الله التأذين هو بنفسه فقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال لي ارفع من صوتك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حيال الصلاة حيال الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شيء من فضة ثم وضع يده على ناصية أبي محذورة ثم أمرها على وجهه ثم على سديه ثم على كبده ثم بلغت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرة أبي محذورة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله لك وبارك عليك فقلت يا رسول الله أمرتني بالتأذين بمكة قال نعم قد أمرتك فذهب كل شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كراهية وعاد ذلك كله محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأخبرني ذلك من أدرك أبا محذورة على ما أخبرني عبد الله بن محيريز حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا همام بن يحيا عن عامر الأحول أن مكحولا حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة الأذان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 111. أشهد أن محمدا رسول الله 112. أشهد أن لا إله إلا الله 113. أشهد أن محمدا رسول الله 114. أشهد أن محمدا رسول الله 115. أحي على الصلاة 116. أحي على الفلاح 117. الله أكبر الله أكبر 118. لا إله إلا الله والإقامة سبع عشرة كلمة 119. الله أكبر الله أكبر 111. أشهد أن لا إله إلا الله 112. أشهد أن محمدا رسول الله 113. أشهد أن محمدا رسول الله 114. أشهد أن محمدا رسول الله 114. أشهد أن محمدا رسول الله 115. أشهد أن محمدا رسول الله 116. أشهد أن محمدا رسول الله 117. أشهد أن محمدا رسول الله 118. أشهد أن محمدا رسول الله 119. 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 أشهد أن محمدا رسول الله عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل إصبعيه في أذنيه وقال إنه أرفع لصوته حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي حدثنا عبد الواحد بن زياد عن حجاج بن أرطاة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء فخرج بلال فأذن فاستدار في أذانه وجعل إصبعيه في أذنيه حدثنا محمد بن المصف الحمصي حدثنا بقية عن مروان بن سالم عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو داود حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفظ بن غياث عن أشعف عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال كان أجل ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن أبي إسرائيل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء حدثنا أمر بن رافع حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن بلال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الفجر فقيل هو نائم فقال الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا الإفريقي عن زياد بن نعيم عن زياد بن الحارث الصدائي قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأمرني فأذنت فأراد بلال أن يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخى صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثنا عبد الله بن رجائن المكي عن عباد بن إسحاق عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل قوله حدثنا شجاع بن مخلد أبو الفضل قال حدثنا هشيم أنبأنا أبو بشر عن أبي المليح بن أسامة عن عبد الله بن عطبة بن أبي سفيان حدثتني عمتي أم حبيبة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عندها في يومها وليلتها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن حدثنا أبو كريب وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن مالك بن أنس عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن حدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا ليث بن سعد عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي غفر له ذنبه حدثنا محمد بن يحيا والعباس بن الوليد الدمشقي ومحمد بن أبي الحسين قالوا حدثنا علي بن عياش الألهاني حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة قالت محمد للوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيين عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه وكان أبوه في حجر أبي سعيد قال قال لي أبو سعيد إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بأذان فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن يغفر له مدى صوته ويستغفر له كل رقب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له خمس وعشرون حسنة ويكفر له ما بينهما حدثنا محمد بن بشار وإسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عامر حدثنا سفيان حدثنا عثمان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة قال سمعت معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حسين بن عيسى أخو سليم القاري عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم خياركم وليأمكم قراءكم حدثنا أبو كريب حدثنا مختار بن غسان حدثنا حفظ بن عمر الأزرق البرجمي عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس وحدثنا روح بن الفرج حدثنا علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبو حمزة عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن محتسبا سبع سنين كتب الله له براءة من النار حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي الخلاب قالا حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أذن سنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة ولكل إقامة ثلاثون حسنة حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا المعتمر بن سليمان عن خالد الحذاء عن أبي خلابة عن أنس بن مالك قال التمثوا شيئا يؤذنون به علما للصلاة فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة حدثنا نصر بن علي الجفطمي حدثنا عمر بن علي عن خالد الحذاء عن أبي خلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سعد حدثنا عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني أبي عن أبيه عن جده أن أذان بلال كان مثنى مثنى وإقامته مفردة حدثنا أبو بدر عباد بن الوليد حدثني معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم حدثني أبي محمد بن عبيد الله عن أبيه عبيد الله عن أبي رافع قال رأيت بلالا يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ويقيم واحدة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يميس فأتبعه أبو هريرة بصرة حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم حدثنا حرملة بن يحيا حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا عبد الجبار بن عمر عن ابن أبي فروة عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان عن أبي عن عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج لم يخرج لحاجة وهو لا يريد الرجعة فهو منافق حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث بن سعد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا داود بن عبد الله الجعفري عن عبد العزيز بن محمد جميعا عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيت عن عثمان بن عفان قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن لهيعة حدثني أبو الأسود عن عروة عن علي بن أبي طارف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا من ماله بنى الله له بيتا في الجنة حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن نشيط عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى مسجدا لله كمفحص خطا أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي حدثنا حمد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن البجلي عن ليث عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراكم ستشرفون مساجدكم بعد كما شرفت اليهود كنائسها وكما شرفت النصارى بيعها حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن عمر بن الخطار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن حمد بن سلمة عن أبي التياح الضبعي عن أنس بن مالك قال كان موضع مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لبن النجار وكان فيه نخل ومقابر للمشركين فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثامنوني به قالوا لا نأخذ له ثمنا أبدا قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبنيه وهم يناولونه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل لي قبل أن يبني المسجد حيث أدركته الصلاة حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو همام الدلال حدثنا سعيد بن السائب عن محمد بن عبد الله بن عياض عن عثمان بن أبي العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طاغيتهم حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عمر بن عثمان حدثنا موسى بن أعين حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر وسئل عن الحيطان تلقى فيها العذرات فقال إذا سقيت مرارا تصلوا فيها يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيا حدثنا يزيد بن هارون حدثنا سفيان عن عمر بن يحيا عن أبيه وحمد بن سلمة عن عمر بن يحيا عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي حدثنا عبد الله بن يزيد عن يحيا بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبع مواقن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق الكعبة حدثنا علي بن داود ومحمد بن أبي الحسين قالا حدثنا أبو صالح حدثني ليس حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع مواقن لا تجوز فيها الصلاة ظاهر بيت الله والمقبرة والمزبلة والمجزرة والحمام وعطن الإبل ومحجة الطريق حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي حدثنا محمد بن حمير حدثنا زيد بن جبيرة الأنصري عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقا ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينشر فيه نبل ولا يمر فيه بلحم نيء ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه من أحد ولا يتخذ سوقا حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلال عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشر الأشعار في المساجد حدثنا أحمد بن يوسف السلمي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحارث بن نبهان حدثنا عطبة بن يقضان عن أبي سعيد عن مكحول عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم صديانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخطوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسلم سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في الجمع حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الله بن نمير أنبأنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كنا ننام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكل بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن موسى حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن يعيش بن قيس بن طخفة حدثه عن أبيه وكان من أصحاب الصفة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا فانطلقنا إلى بيت عائشة وأكلنا وشربنا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتم نمتم ها هنا وإن شئتم انطلقتم إلى المسجد قال فقلنا بل ننطلق إلى المسجد حدثنا علي بن ميمون الرقي حدثنا محمد بن عبيد وحدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذرن الغفاري قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون عاما ثم الأرض لك مصلى فصل حيثما أدركتك الصلاة حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع العنصاري وكان قد عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلو في بئر لهم عن عثبان بن مالك السالمي وكان إمام قومه بن سالم وكان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني قد أنكرت من بصري وإن السيل يأتي فيحول بينه وبين مسجد قومي ويشق علي اجتيازه فإن رأيت أن تأتيني فتصلي في بيتي مكانا أتخذه مصلى فافعل قال أفعل فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعدما اشتد النهار واستأذن فأذنت له ولم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي لك من بيتك فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى بنا ركعتين ثم احتبسته على خزيرة تصنع لهم حدثنا يحيى بن الفضل المقري حدثنا أبو عامر حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلا من الأنصار أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعال فخط لي مسجدا في داري أصلي فيه وذلك بعدما عميه فجاء ففعل حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن أنس بن سيرين عن عبد الحميد بن المنذر بن الجارود عن أنس بن مالك قال صنع بعض عمومتي للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أحب أن تأكل في بيتي وتصلي فيه قال فأتا وفي البيت فحل من هذه الفحول فأمر بناحية منه فكنس ورشخ صلى وصلينا معه قال أبو عبد الله بن ماجة الفحل هو الحصير الذي قد سود حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون حدثنا محمد بن صالح المدني حدثنا مسلم بن أبي مريم عن أبي سعيد الخضرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخرج أذن من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وأحمد بن الأزهر قال حدثنا مالك بن سعير أنبأنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تطهر وتطير حدثنا رزق الله بن موسى حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي حدثنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد في الدور وأن تطهر وتطير حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو معاوية عن خالد بن إياس عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبي سعيد الخضري قال أول من أسرج في المساجد تميم الداري حدثنا محمد بن عثمان العثماني أبو مروان حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة وأبي سعيد الخضري أنهما أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه نسامة في جدار المسجد فتناول حصاة تحكها ثم قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه وليبزق عن شماله أو تحت قدمه يسرى حدثنا محمد بن طريف حدثنا عائد بن حبيب عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه نخامة في قبلة المسجد فغضب حتى حمر وجهه فجاءت ممرأة من الأنصار فحكتها وجعلت مكانها خلوقا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحسن هذا حدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال رآ رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف من الصلاة إن أحدكم إذا كان في الصلاة كان الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحدكم قبل وجهه في الصلاة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن أبي سنان سعيد بن سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدته إنما بنيت المساجد لما بنيت له حدثنا محمد بن رمح أنبأنا بن لهيعة وحدثنا أبو كريب حدثنا حاتم بن إسماعيل جميعا عن ابن عجلان عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في المسجد حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حيوة بن شريح عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي أبو الأسود عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون وحدثنا أبو بشر بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل فصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو نعيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال قال نبي صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا عبد الملك بن ربيع بن سبرة بن معبد الجهني أخبرني أبي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى في أعطان الإبل ويصلى في مراح الغنم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية عن ليث عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك حدثنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وعبد الوهاب بن الطحاك قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن أبي حميد السعيدية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الطحاك بن عثمان حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل اللهم اعصني من الشيطان الرجيم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخضري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسناء قالوا بلى يا رسول الله قال إسداغ الوضوء عند المكارث وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتغار الصلاة بعد الصلاة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن فإنهن من سنن الهدى وإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى ولعمري لو أن كلكم صلى في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاة ولقد رأيت الرجل يهدى بين الرجلين حتى يدخل في الصف وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور فيعمل إلى المسجد فيصلي فيه فما يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حدثنا محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري حدثنا الفضل بن الموفق أبو الجهم حدثنا فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشايا هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا لياء ولا سمعة وخرجت ابتقاء ثقك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أقبل الله عليه الوجه واستغفر له سبعون ألف ملك حدثنا راشد بن سعيد بن راشد الرملي حدثنا الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع عن سمي المولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاءون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله حدثنا إبراهيم بن محمد الحلبي حدثنا يحيى بن الحارث الشيرازي حدثنا زهير بن محمد التميمي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشاءون في الظلم بنور تام من يوم القيامة حدثنا مجزأة بن سفيان بن أسيد مولى ثابت البناني حدثنا سليمان بن داود الصائغ عن ثابت البناني عن أنس بن مائك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران عن عبد الرحمن بن سعد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا حدثنا أحمد بن عبده حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أبي بن كعب قال كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيت بالمدينة وكان لا تخطئه الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتوجعت له فقلت يا فلان لو أنك اشتريت حمارا يقيك الرمض ويرفعك من الوقع ويقيك هوام الأرض فقال والله ما أحب أن بيتي بطنب بيت محمد صلى الله عليه وسلم قال فحملت به حملا حتى أتيت بيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فدعاه فسأله فذكر له مثل ذلك وذكر أنه يرجو في أثره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لك ما احتسب حدثنا أبو موسى محمد بن المثنة حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد عن أنس بن مالك قال أرادت بن سلمة أن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة فقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقال حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن سناك عن أكرم عن ابن عباس قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم قال فتبت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوكه بضعا وعشرين درجة حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضل الجماعة على صلاة أحدكم وحده خمس وعشرون جزءا حدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن هلال بن ميمون عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخضرية قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته خمسا وعشرين درجة حدثنا عبد الرحمن بن عمر رسته حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة حدثنا محمد بن معمر حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن أم مكتوم قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إني كبير ضرير شاسع الدار وليس لي قائد يلاومني فهل تجد من فخصة قال هل تسمع النداء قلت نعم قال ما أجد لك رصة حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي أنبأنا هشيم عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذره حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو أسامة عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن الحكم بن ميناء أخبرني ابن عباس وابن عمر أنه ما سمعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعوابه لينتهينا أقوام عن ودعهم الجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين حدثنا عثمان بن إسماعيل الهدلي الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئ عن الزبرقان بن عمر الضمري عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهينا رجال عن ترك الجماعة أو لأحرق من بيوتهم حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني محمد بن إبراهيم التيمي حدثني عيسى بن طلحة حدثتني عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أسقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله له بها عتقا من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبشه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم تب عليه ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابه حدثنا ابن أبي لئب عن المقبري عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا نطر بن شميل حدثنا حماد عن ثابت عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمر قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى حدثنا أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد عن عمر بن الحارث عن دغاج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بإيمان قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله الآية حدثنا علي بن محمد الصنافسي حدثنا أبو أسامة حدثني عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمر بن عطا قال سمعت أبا حبيد السعيدية يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثني جعفر بن سليمان الضبعي حدثني علي بن علي الرفاعي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقار عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر سكت بين التكبير والقراءة قال فقلت بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة فأخبرني ما تقول قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كالثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عمران قال حدثنا أبو معاوية حدثنا حارثة بن أبي الرجان عن عمره عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا ثلاثة الحمد لله كثيرا الحمد لله كثيرا ثلاثة سبحان الله بكرة وأصيلة ثلاث مرات اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قال عمر همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم وهمزه ونفخه ونفثه قال همزه الموتة ونفثه الشعر ونفخه الكبر حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمنا ويأخذ شماله بيمينه حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس وحدثنا بشر بن معاذن الضرير حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم أنبأنا هشيم أنبأنا الحجاج بن أبي زينب السلمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا واضع يد اليسرى على اليمنى فأخذ بيد اليمنى فوضعها على اليسرى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بي الحمد لله رب العالمين حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان عن أيوب عن قتادة عن أنس بن مالك وحدثنا جبارة بن المغلس حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون القراءة بي الحمد لله رب العالمين حدثنا نصر بن علي الجهضمي وبكر بن خلف وعقبة بن مكرم قالوا حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بي الحمد لله رب العالمين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن الجريري عن قيس بن عباية حدثني ابن عبد الله بن المغفل عن أبيه قال وقال لما رأيت رجلا أشد عليه في الإسلام حدثا منه فسنعني وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع رجلا منهم يقوله فإذا قرأت فقل الحمد لله رب العالمين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك وسفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنخل باسقات لها طلع نضيد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أصبغ مولى عمر بن حريث عن عمر بن حريث قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في الفجر كأني أسمع قراءته فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس حدثنا محمد بن الصباح حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن أبي المنهال عن أبي برزة وحدثنا سويد حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي حدثه أبو المنهال عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المئة حدثنا أبو بشر من بكر بن فلف حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن يحيق أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة وعن أبي سلمة عن أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيضيل في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية وكذلك في الصبح حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن السائب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالمؤمنون فلما أتى على ذكر عيسى أصابته شرقه فركع يعني سعله حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا وكيع وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن مخول عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجد وهل أتى على الإنسان حدثنا أزهر بن مروان حدثنا الحارث بن نبهان حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان حدثنا حرمتة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهو أخبرني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان حدثنا إسحاق بن منصور أنبعنا إسحاق بن سليم أنبعنا عمر بن أبي قيس عن أبي فروة عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان قال إسحاق قال إسحاق هكذا حدثنا عمر عن عبد الله لا أشك فيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح حدثنا ربيعة بن يزيد عن قزعة قال سألت أبا سعيد الخدري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك في ذلك خير قل تبين رحمك الله قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فيخرج أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته فيجيء فيتوضى فيجز رسول الله صلى الله عليه وسلم بالركعة الأولى من الظهر حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بأي شيء كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر قال لاضطراب لحيته حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا الضحاك بن عثمان حدثني بكير بن عبد الله بن الأشدج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان قال وكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا المسعدي حدثنا زيد العمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال اجتمع ثلاثون بدريا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا تعالوا حتى نقيس قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لم يجهر فيه من الصلاة فما اختلف منهم رجلان فقاسوا قراءته في الركعة الأولى من الظهر لقدر ثلاثين آية وفي الركعة الأخرى قدر النصف من ذلك وقاسوا ذلك في العصر على قدر النصف من الركعتين الأخريين من الظهر حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتابة عن أبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بنا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر ويسمعنا الآية أحيانا حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة عن هاشم بن البريد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر فنسمع منه الآية بعد الآيات من سورة لقمانا والذاريات حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن أمه قال أبو بكر بن أبي شيبة يا لباب أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفة حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور قال جبير في غير هذا الحديث فلما سمعته يقرأ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون إلى قوله فليأتي مستمعهم بسلطان مبين كاد قلبي يطير حدثنا أحمد بن بديل حدثنا حفص بن غياث حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة جميعا عن يحيى بن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة قال فسمعته يقرأ بالتين والزيتون حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان وحدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا ابن أبي زائدة جميعا عن مسعر عن عدي بن ثابت عن البراء مثله قال فما سمعت إنسانا أحسن صوتا أو قراءة منه حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أن معاذ بن جبل صلى بأصحابه العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يرشى واقرأ باسم ربك حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل وإسحاق بن إسماعيل قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن عقوب أن أبا السائب أخبر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي حداج غير تمام فقلت يا أبا هريرة فإني أكون أحيانا وراء الإمام فنمز ذراعي وقال يا فارسي اقرأ بها في نفسك حدثنا أبو كريب حدثنا محمد بن الفضيل وحدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر جميعا عن أبي سفيان السعدي عن أبي نطرة عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركع بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبداد بن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي حداج حدثنا الوليد بن عمر بن السكين حدثنا يوسف بن يعقوب السلعي حدثنا حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي حداج فهي حداج حدثنا علي بن محمد حدثنا إسحاق بن سليمان حدثنا معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسرة عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال سأله رجل فقال أقرأ والإمام يقرأ قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فقال رجل من القوم وجبها حدثنا محمد بن يحيى حدثنا سعيد بن عمر حدثنا شعبة عن مسعر عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب حدثنا جميل بن الحسن بن جميل العتكي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن الحسين فكتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أن سمرة قد حفظ قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان قال إذا دخل في صلاته وإذا فرغ من القراءة ثم قال بعد وإذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال وكان يعجبهم إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه حدثنا محمد بن خالد بن خداش وعلي بن الحسين بن أشكاب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال قال سمرة حفظت سكتتين في الصلاة سكتة قبل القراءة وسكتة عند الركوع فأنكر ذلك عليه عمران بن الحسين فكتبوا إلى المدينة إلى أبي بن كعب فصدق سمرة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين حدثنا يوسف بن موسى الأبطال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن قتادة عن أبي غلاب عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ الإمام فأنصته فإذا كان عند القعدة فليكن أول ذكر أحدكم التشهد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أكيمة قال سمعت أبا هريرة يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة نظن أنها الصبح فقال ألقرأ منكم من أحد قال رجل أنا قال إني أقول ما لي أنازع القرآن حدثنا جميل بن الحسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن ابن أكيمة عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه وزاد فيه قال فسكتوا بعد فيما جهر فيه الإمام حدثنا علي بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن الحسن بن صالح عن جابر عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة حدثنا أبو بكر بن أبي شرب وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا بكر بن خلف وجميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر وحدثنا أحمد بن عمر بن السرح المصري وهاشم بن القاسم الحراني قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس جميعا عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى حدثنا بشر بن رافع عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة عن أبي هريرة قال ترك الناس التأمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا حميد بن عبد الرحمن حدثنا ابن أبي ليلى عن سلمة بن كهيل عن حجية بن عدي عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال ولا الضالين قال آمين حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن صالد الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الجبار بن وائل عن أبي قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال ولا الضالين قال آمين فسمعناها حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا حميد بن سلمة حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين حدثنا العباس بن الوليد الخلاب بن مشقي حدثنا مروان بن محمد وأبو مسهر قالا حدثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري حدثنا قلحة بن عمر عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على آمين فأكثروا من قول آمين حدثنا علي بن محمد وهشام بن عمار وأبو عمر الضرير قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحالي بهما منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين حدثنا حميد بن مسعد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا هشام عن قتاد عن نصر بن عاصم عن مالك بن حوير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه وإذا ركع صنع مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع صنع مثل ذلك حدثنا عطمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن صالح بن كيسان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع وحين يفجد حدثنا هشام بن عمار حدثنا رفدة بن قضاعة الغساني حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عبد الحميد بن جعفر حدثنا محمد بن عمر بن عطاء عن أبي حميد السعدي قال سمعته وهو في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهم أبو قتادة بن ربعي قال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم قال الله أكبر وإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه فإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه فاعتدل فإذا قام من الثنتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر حدثنا فليح بن سليمان حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد بن مسلم فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فكبر ورفع يديه ثم رفع حين كبر للركوع ثم قام فرفع يديه واستوى حتى رجع كل عظم إلى موضاه حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري حدثنا سليمان بن داود أبو أيوب الهاشمي حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزينات عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك وإذا قام من السجدتين فعل مثل ذلك حدثنا أيوب بن محمد الهاشمي حدثنا عمر بن رباح عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع حدثنا بشر بن معاذن الضرير حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال قلت لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فقام فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حادتاء ذنيه فلما ركع رفعهما مثل ذلك فلما رفع رأسه من ركوع رفعهما مثل ذلك حدثنا محمد بن يحيا حدثنا أبو خذيفة حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصود ولكن بين ذلك حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي معمر عن أبي مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ملازم بن عمر عن عبد الله بن بد أخبرني عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه علي بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمكشر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي حدثنا عبد الله بن عثمان بن عطاء حدثنا طلحة بن زيد عن راشد قال سمعت وابصة بن معبد يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لا استقر حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا محمد بن بشر حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عادي عن مصعب بن سعد قال ركعت إلى جنب أبي فطبقت فضرب يدي وقال قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا أن نرفع إلى ركب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبدة بن سليمان عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعض ديه حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سنع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سنع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يخي بن أبي بكير حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخضري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا شريك عن أبي عمر قال سمعت أبا جحيفة يقول ذكرت الجدود عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فقال رجل جد فلان في الخير وقال آخر جد فلان في الإبل وقال آخر جد فلان في الغنم وقال آخر جد فلان في الرقيق فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته ورفع رأسه من آخر الركعة قال اللهم ربنا لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وطول رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالجد ليعلموا أنه ليس كما يقولون حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافى يديه فلو أن بهمة أرادت أن تمر بين يديه لمرت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن داود بن خيس عن عبد الله بن عبيد الله بن أكرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمر بنا ركب فأناخوا بناحية الطريق فقال لي أبي كن في بثنك حتى آتي هؤلاء القوم فأسألهم قال فخرج وجئت يعني دنوت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة فصليت معهم فكنت أنظر إلى عفرتي ابطي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما سجد قال ابن ماجة الناس يقولون عبيد الله بن عبد الله وقال أبو بكر بن أبي شيبة يقول الناس عبد الله بن عبيد الله حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وصفوان بن عيسى وأبو داود قالوا حدثنا داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن أقرم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا قام من السجود رفع يديه قبل ركبتيه حدثنا بشر بن معاذ حدثنا أبو عوانة وحمد بن زيد عن عمر بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف شعرا ولا ثوبا قال ابن طاوس فكان أبي يقول اليدين والركبتين والقدمين وكان يعد الجبهة والأنف واحدا حدثنا يعقوب بن حمار حميد بن كاسر حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب وجهه وكفاه ورقبتاه وقدماه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا عباد بن راشد عن الحسن حدثنا أحمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يجافي بيديه عن جنبيه إذا سجد حدثنا عمر بن رافع البجري حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن أيوب الغافقي قال سمعت عمي إياس بن عامر يقول سمعت عقبة بن عامر الجهنية يقول لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم حدثنا محمد بن رمحن المصري أنبأنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأزهر عن حذيفة بن اليمان أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات وإذا سجد قال سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات حدثنا محمد بن الصباح حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسرو عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اكفر لي يتأول القرآن حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا وفيع عن ابن أبي ذئب عن إسحاق بن يزيد الهذلي عن عون بن عبد الله بن عطبة عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع أحدكم فليقل في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فإذا فعل ذلك فقد تم ركوعه وإذا سجد أحدكم فليقل في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فإذا فعل ذلك فقد تم سجوده وذلك أدنى حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراشا فلا حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باصط ذراعيه كالكل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حسين المعلم عن بديل عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما فإذا سجد فرفع رأسه لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يفترش رجله اليسرى حدثنا علي بن محمد حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقع بين السجدتين حدثنا محمد بن ثواب حدثنا أبو نعيم النخعي عن أبي مالك عن عاصم بن كليب عن أبي عن أبي موسى وأبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تقع إقعاء الكلب حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا العناء أبو محمد قال سمعت أنس بن مالك يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقعي كما يقعي الكلب ضع أليتيك بين قدميك وألزق ظاهر قدميك بالأرض حدثنا علي بن محمد حدثنا حفص بن غياث حدثنا العلاء بن المسيب عن عمر بن مرة عن طلحة بن يزيد عن حذيفة وحدثنا علي بن محمد حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن زعد بن عبيدة عن المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا إسماعيل بن صبيح عن كامل أبي العلاء قال سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده السلام على جبرايل وميكائيل وعلى فلان وفلان يعنون الملائكة فسامعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام فإذا جلستم فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه إذا قال ذلك أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدثنا محمد بن يحيا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا التوري عن منصور والأعمش وحسين وأبي هاشم وحماد عن أبي وائل وعن أبي إسحاق عن الأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه حدثنا محمد بن معمر حدثنا قبيصة أنبأنا سفيان عن الأعمش ومنصور وحسين عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال وحدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة والأسود وأبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه متشهد فذكر نحوه حدثنا محمد بن رمح أنبأنا الليف بن سعد عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير وطاوس عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدثنا جميل بن الحسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة وحدثنا عبد الرحمن بن عمر حدثنا ابن أبي عدي حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام بن أبي عبد الله عن قتادة وهذا حديث عبد الرحمن عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبنا وبيّن لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال إذا صليتم فكان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله سبع كلمات هن تحية الصلاة حدثنا محمد بن زياد حدثنا المعتمر بن سليمان وحدثنا يحيى بن حكيم حدثنا محمد بن بكر قالا حدثنا أيمن بن نابل حدثنا أبو الزبير عن جاجر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشفد كما يعلمنا السورة من القرآن بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن مخلد وحدثنا محمد بن المثنة حدثنا أبو عامر قال أنبأنا عبد الله بن جعفر عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك قد عرفنا فكيف الصلاة قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أهل محمد كما باركت على إبراهيم حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أبدي لك هدية خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا عمار بن طالوت حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن عمر بن حزم عن أبيه عن عمر بن سليم الزرقي عن أبي حميد الساعدي أنهم قالوا يا رسول الله أمرنا بالصلاة عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حدثنا الحسن بن بيان حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا المسعودين عن عون بن عبد الله عن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه قال فقالوا له فعلمنا قال قولوا اللهم جعل صلاتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا خالد بن الحارث عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما صلى عليه فليقل العبد من ذلك أو ليكثر حدثنا جبارة بن المغلس حدثنا حماد بن غيد عن عمر بن دينار عن جابر بن زين عن ابن عباس قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشق حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثنا حسان بن عطية حدثني محمد بن أبي عائشة قال سمعت أباه عيرة يقول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال حدثنا يوسف بن موسى القطال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاة قال أتشهد أتشهد ثم أسأل الله الجنة اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن إدريس عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليهما يدعو بها في التشهد حدثنا محمد بن يحيى والحسن بن علي وإسحاق بن منصور قالوا حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتي ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فيدعو بها واليسرى على ركبته باسطها عليها حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن أبي إسحاق عن ابن الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله حدثنا محمود بن غيلان حدثنا بشر بن السري عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حدثنا علي بن محمد حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن سلة بن زفر عن عمار بن ياسر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن يزيد بن أبي مريم عن أبي موسى قال صلى بنا علي يوم الجمل صلاة ذكرنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن نكون نسيناها وإما أن نكون تركناها فسلم على يمينه وعلى شماله حدثنا أبو مصعب المديني أحمد بن أبي بكر حدثنا عبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني حدثنا ذهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه حدثنا محمد بن الحارث المصري حدثنا يحيى بن راشد عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم مرة واحدة حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا أبو بكر الهذن عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أنا نبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم الإمام فردوا عليه حدثنا عبدة بن عبد الله حدثنا علي بن القاسم أنبأنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض حدثنا محمد بن المصفى الحنصي حدثنا بقية بن الوليد عن حبيب بن صالح عن يزيد بن شريح عن أبي حين المؤذن عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأم عبد فيخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وحدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شباب حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة عن مولا لأم سلمة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا حدثنا أبو كريب حدثنا إسماعيل بن عليا ومحمد بن فضيل وأبو يحيى القيمي وأبو الأجلح عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحطيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله في دبر كل صلاة عشرة ويكبر عشرة ويحمد عشرة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فذلك خمسون ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مئة فتلك مئة باللسان وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم ألفين وخمسمائة سيئة قالوا وكيف لا يحطيهما قال يأتي أحدكم الشيطان وهو في الصلاة فيقول أذكر كذا وكذا حتى ينفك العبد لا يعتر ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام حدثنا الحسين بن الحسن المروزي حدثنا سفيان بن عيينة عن بشر بن عاصم عن أبي ذر قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم وربما قال سفيان قلت يا رسول الله ذهب أهل الأموال والدثور بالأجر يقولون كما نقول وينفقون ولا ننفق قال لي ألا أخبركم بأمر إذا فعلتموه أدركتم من قبلكم وفدتم من بعدكم تحمدون الله في دور كل صلاة وتسبحونه وتكبرونه ثلاثا وثلاثين وثلاثا وثلاثين واربعا وثلاثين قال سفيان لا أدري أيتهن أربع حدثنا هشام بن عمار حدثنا عبد الحميد بن حبيب حدثنا الأوزعي وحدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزعي حدثني شداد أبو عمار حدثنا أبو أسماء الرحبي حدثني ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن سيماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال أمان النبي صلى الله عليه وسلم فكان ينصرف عن جانبيه جميعا حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وحدثنا أبو بكر بن خلاد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود قال قال عبد الله لا يجعلن أحدكم للشيطان في نفسه جزءا يرى أن حقا لله عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صرافه عن يساره حدثنا بشر بن هلال الصواف حدثنا يزيد بن زريع عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أحمد بن عبد الملك بن واقد حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن هند البنت الحارث عن أم سلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ثم يلبث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء حدثنا أزهر بن مروان حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء قال فتعش بن عمر ليلة وهو يسمع الإقامة حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان بن عيين وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مطيرة فلما رجعت التفتح فقال أبي من هذا قال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في رحانكم حدثنا محمد بن الصباح حدثنا سفيان بن عيين عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة المطيرة أو الليلة الباردة ذات الريح صلوا في رحانكم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الوهاب حدثنا الضحاك بن مخلد عن عباد بن منصور قال سمعت عطاء يحدث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم جمعة يوم مطر صلوا في رحالكم حدثنا أحمد بن عبد حدثنا عباد بن عباد المهلبي حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن الحارف بن نوفر أن ابن عباس أمر المؤذن أن يؤذن يوم الجمعة وذلك يوم مطير فقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله ثم قال نادف الناس فليصلوا في بيوتهم فقال له الناس ما هذا الذي صنعت قال قد فعل هذا من هو خير مني تأمرني أن أخرج الناس من بيوتهم فيأتوني يدوثون الطين إلى ركبهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عمر بن عبيد عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم فلا يضره من مر بين يديه حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا عبد الله بن رجاء المكي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم تخرج له حربة في السفر فينصبها فيصلي إليها حدثنا أبو بكل بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر عن عبيد الله بن عمر حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير حصير يبسط بالنهار ويحتجره بالليل يصلي إليه حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا حميد بن الأسود حدثنا إسماعيل بن أمية وحدثنا عمار بن صالد حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي عمر بن محمد بن عمر بن حريك عن جدي حريك بن سليم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجيه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه حدثنا بشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أب النطر عن بسر بن سعيد قال أرسلوني إلى زيد بن خالد أسأله عن المرور بين يدي المصلي فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يقوم أربعين خير له من أن يمر بين يديه قال سفيان فلا أدري أربعين سنة أو شهرا أو صباحا أو ساعة حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سالم أب النطر عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيمن الأنصاري يسألك ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يمر بين يدي الرجل وهو يصلي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعلم أحدكم ما له أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي كان لأن يقف أربعين قال لا أدري أربعين عاما أو أربعين شهرا أو أربعين يوما خير له من ذلك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن عمه عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما له في أن يمر بين يدي أخيه معطرضا في الصلاة كان لأن يقيم مئة عام خير له من الخطوة التي خطاها حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة فجئت أنا والفضل على أتان فمررنا على بعض الصف فنزلنا عنها وتركناها ثم دخلنا في الصف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن محمد بن قيس هو قاص عمر بن عبد العزيز عن أبي عن أم سلمة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبة حدثنا قتالة حدثنا جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائد حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب حدثنا معال بن هشام حدثنا أبي عن قتادة عن زرارة بن أوفا عن سعد بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار حدثنا جميل بن الحسن حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاة إذا لم يكن بين يدي الرجل مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكلب الأسود قال قلت ما بال الأسود من الأحمر فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال الكلب الأسود شيطان حدثنا أحمد بن عبد أنبأنا حماد بن زيد حدثنا يحيى أبو المعل عن الحسن العرني قال ذكر عند ابن عباس ما يقطع الصلاة فذكروا الكلب والحمار والمرأة فقال ما تقولون في الجد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما فذهب جد يمر بين يديه فبادره رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن زيد ابن أسلم عن عبد الرحمن ابن أبي سعيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة واليد منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه فإن جاء أحد يمر فليقاتل فإنه شيطان حدثنا 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 هارون ابن عبد الله الحمام والحسن ابن داود المنكدري قالا حدثنا ابن أبي فجيك عن الطحاك ابن عثمان عن صدخة ابن يسار عن عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإن أبا فليقاتل فإن معه القرين وقال المنكدري فإن معه العزة حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة حدثنا بكر ابن خلف وسويد ابن سعيد قالا حدثنا يزيد ابن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أبي خلاب عن زينب بنت أبي سلم عن أمها قالت كان فراشها بحيال مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن العوام عن الشيباني عن عبد الله بن شداد قال حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا بحذاء وربما أصابني ثوبه إذا سجد حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو المقدام عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المتحدث حدثنا 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 محمد بن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن لا نبادر الإمام بالركوع والسجود وإذا كبر فكبروا وإذا سجد فاسجدوا حدثنا حميد بن مسعدة وسويد بن سعيد قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يخشى الذي يغفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد عن زياد بن خيثمة عن أبي إصحاف عن دارم عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد بدنت فإذا ركعت فاركعوا وإذا رفعت فارفعوا وإذا سجدت فاسجدوا ولا ألفين رجلا يسبقني إلى الركوع ولا إلى السجود حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن ابن عجلان وحدثنا أبو بشر بكر بن صلف حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود فمهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت ومهما أسبقكم به إذا سجدت تدركوني به إذا رفعت إني قد بدنت حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دمشقي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا هارون بن عبد الله بن الهدير عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته قبل الفراغ من صلاته حدثنا يحيى بن حكيم حدثنا أبو قتيبة حدثنا يونس بن أبي إسحاق وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة حدثنا أبو سعيد سفيان بن زياد المؤدب حدثنا محمد بن راشد عن الحسن بن ذكوان عن عطاء عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه في الصلاة حدثنا عن قمة بن عمر الدارمي حدثنا أبو بكر بن عياش عن محمد بن عجلان عن أبي سعيد المقبري عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا حفظ بن غياث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه ولا يعوي فإن الشيطان يضحك منه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكيل عن شريك عن أبي اللقغان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق والمخاق والحيض والنعاس في الصلاة من الشيطان حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان وجعفر بن عون عن الإفريقي عن عمران عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل لهم صلاة الرجل يأم القوم وهم له كارهون والرجل لا يأتي الصلاة إلا دبارا يعني بعدما يفوته الوقت ومن اعتبد محررا حدثنا محمد بن عمر بن هياج حدثنا يحيى بن عبد الرحمن الأرحبي حدثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن المنهال بن عمر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرى رجل أم قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها عليها صاخط وأخوان متصارمان حدثنا هشام بن عمار حدثنا الربيع بن بدر عن أبي عن جديه عمر بن جراد عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إثنان فما فوقهما جمع حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عاصم عن الشعبي عن ابن عباس قال بدت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأقامني عن يمينه حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا أبو بكر الحنفي حدثنا بضحاك بن عثمان حدثنا شرحبيل قال سمعت جابر بن عبد الله يخون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه حدثنا نصر بن علي حدثنا أبي حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبيه فأقامني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا حدثنا محمد بن الصباح أنبأنا سفيان بن عيينة عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عن أبي مسعود الأنصري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الوهاب حدثنا حميد عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه حدثنا أبو كريب حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرة فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله حدثنا بشر بن هلال الصواخ حدثنا يزيد بن زريع عن صالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الانصراف قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوسى بن ضمعج قال سمعت أبا مسعود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء فليأمهم أقدمهم هجرة فإن كانت الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عبد الحميد بن سليمان أخو فليل حدثنا أبو حازم قال كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان خومه يصلون بهم فقيل له تفعل ولك من القدم ما لك قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء يعني فعليه ولا عليهم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن أم غراب عن امرأة يقال لها عقيلة عن سلامة بنت الحر أخت خرشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجيدون إماما يصلي بهم حدثنا محرز بن سلمة العدني حدثنا بن أبي حازم عن عبد الرحمن بن حرملة عن أبي علي الهمداني أنه خرج في سفينة فيها عقبة بن عامر الجهني فحانت صلاة من الصلوات فأمرناه أن يأمنا وقلنا له إنك أحقنا بذلك أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أما الناس فأصاب فالصلاة له ولهم ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لأتأخر في صلاة الغدات من أجل فلان لما يطيل بنا فيها قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط في موعظة أشد غضبا منه يومئذ يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذلحاجة حدثنا أحمد بن عبده وحميد بن مسعدة قال حدثنا حمد بن زيد أنبأنا عبد العزيز بن صهيد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز ويتم الصلاة حدثنا محمد بن رمح أنبأنا ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال صلى معاذ بن جبل الأنصاري بأصحابه صلاة العشاء فطول عليهم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال له معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وقرأ باسم ربك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي هند عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال سمعت عثمان بن أبي العاص يقول كان آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة حدثنا علي بن إسماعيل حدثنا عمر بن علي حدثنا يحيى حدثنا شعبة حدثنا عمر بن مرة عن سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص أن آخر ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أممت قوما فأخف بهم حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وإني أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم لوجد أمه ببكاءه حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن عبد الله بن علاثة عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتاذة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأقوم في الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن يشق على أمه حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن تمين بن طرفة عن جابر بن سمرة السوائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قال قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة وحدثنا نصر بن علي حدثنا أبي وبشر بن عمر قالا حدثنا شعبة عن قتالة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمان الصلاة حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سيماك بن حرب أنه سمع النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح أو القدر قال فرأى صدر رجل نافئة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم حدثنا هشام بن عمار حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام الدستوئي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عرباض بن سارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللتاني مرة حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت طلحة بن مصرف يقول سمعت عبد الرحمن بن عوسجة يقول سمعت البراء بن عازب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد حدثنا أبو قطن حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في الصف الأول لكانت قرعة حدثنا محمد بن المصرف الحمصي حدثنا أنس بن عياب حدثنا محمد بن عمر بن علقمة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول حدثنا أحمد بن عظة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة وعن سهيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة